تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين على إقرار ميثاق العمل الوطني وأعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى عن عميق الفخر والاعتزاز بما تحقق لمملكة البحرين في ظل ما أسس له ميثاق العمل الوطني من إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون سائلا المولى يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والسعادة لمواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه